موسيقى بينما عاد به الهدهد وما سيعود به الآتي من الأيام الرعب يصوت نوت الأبيب تحليلات وترجحات تحذيرات وتبريرات وتبادل اتهامات والمبعوث الأمريكي حامل رسالة الإسرائيلية يعود إلى تل أبيب برسالة معاكسة محذرا من الانجرار إلى حرب طويلة فأي ملامح لمرحلة ما بعد فيديو الهدهد وعدى عن رسائل الردع كيف ثبتت رسالة المقاومة الإسلامية في لبنان من جديد معادلات أو معادلات طرابط الساحات والجبهات كل هذا فيما المقاومة الفلسطينية في غزة تواصل عملياتها المتصاعدة كما ونوعا وتراكم على الاحتلال خسائره على كل المستويات ومقاومة الضفة يواجهون بكل الوسائل انتهاكات الاحتلال واعتداءاته الانتقامية فأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة لمرحمة طوفان الأقصى ونبدأ من التطورات الميدانية التي نستعرضها مع مراسلين من جنوب لبنان معنا حسين السيد ومن رامالله زميلة نسرين سلمي كما نتعمق بالمعطيات وتفاصيل مع محلل البيادين نشؤون لبنان والمقاومة عباس الفنيش نرحب بك عباس وضيفنا من رامالله الكاتب والمحلل السياسي السيد ساري عرابي نرحب بك سيد ساري ونبدأ من جنوب لبنان والزميلة حسين السيد لنسأل عن أوضاع هذه الجبهة حتى هذه الساعة في هذا اليوم حسين كيف تبدو نعم دينا منذ دقائق فقط دوت سفرات الانذار في مستوطنات في أصبع الجليل وتبين أن هناك رشقات صاروخية أطلقت من لبنان على دفعتين باتجاه مستوطنات أصبع الجليل على دفعتين كما وردنا الآن إذن هذه الصواريخ توجه باتجاه مستوطنات أصبع الجليل إذا كانت هذه الضربات وجهت للمستوطنات تحديدا وليس لأهداف عسكرية داخل المستوطنات الإسرائيلية فهي تأتي في سياق الرد على الاعتداءات الإسرائيلية بحق المنازل المدنية وبحق القرى المدنية في جنوب لبنان أو أيضا التي وصلت إلى شمال سور نتحدث عن قرية البرغولي إذن هذه الاستهدافات مستمرة باتجاه أصبع الجليل رصدنا صليتين من الصواريخ باتجاه تلك المنطقة هناك أيضا كما نرصد دخان يتصاعد يبدو أنه من الأراضي اللبنانية نتيجة حرائق ربما افتعلها الاحتلال في هذه المناطق عادة ما يلجأ الاحتلال إلى افتعال هذه الحرائق في المناطق الحرجية القريبة من المواقع الإسرائيلية ولكن كما قلنا آخر الأخبار هي تتحدث عن استهدافات بحسب معلوماتنا باتجاه أصبع الجليل أيضا كانت المقاومة نفذت صباحا عملية بسرب من المسيرات الانقضاضية باتجاه تجمعات لجنود الاحتلال في مستوطنة المطلة هذه المستوطنة التي استهدفت بسرب من المسيرات الانقضاضية وفشلت القبة الحديدية في اعتراض هذه المسيرات وبحسب أيضا الاعلام الإسرائيلي فهذه المسيرات أو ثلاث مسيرات من قبل المقاومة الإسلامية وصلت إلى داخل المستوطنة الإسرائيلية إذن نحن أمام عجز إسرائيلي أمام المسيرات تحديدا التي تطلق من لبنان سواء الانقضاضية أو المسيرات الاستطلاعية التي تجول في أجواء شمال فلسطين المحتلة وأكبر دليل على ذلك ما جرى في حيفا وما عرضته المقاومة الإسلامية عن الاستطلاع لطائرة الهدهد لأهداف عسكرية حساسة في منطقة حيفا إذن يستمر هذا العجز الإسرائيلي مقابل عمليات المقاومة وأيضا في المقابل كانت المقاومة نفذت البارحة سبع عمليات بارزة جاء جزء منها ردا على الاعتداءات الإسرائيلية تحديدا على غارات من مسيرات إسرائيلية على بلدة البرغولي في قضاء صور استهدفت هذه العمليات تحديدا كتيبة السهل في بيت هلل وأيضا تجمع لجنود الاحتلال في منطقة المنارة عدا عن مصنع بلاسان للصناعات العسكرية مقابل الذي يقابل القطاع الأوسط وأيضا كان هناك استهداف باتجاه مرابد المدفعية في القطاع الغربي بمسيرات قضادية جاءت ردا على عملية اغتيال سابقة في بلدة سلعة إذا هذا هو المشهد بالمجمل في جنوب لبنان هناك عمليات تصعيد من قبل المقاومة ردا على هذه الاعتداءات الإسرائيلية وأيضا هناك إطلاق لرشقات صاروخية كما رصدناها الآن باتجاه إصبع الجليل بانتظار توضح المعلومات بشأن هذه الاستهدافات الجديدة كان هناك أيضا عدد من الاعتداءات الإسرائيلية لعل أبرزها غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي باتجاه بلدة البرغولية في قضاء صور وهذه البلدة التي تبعد أكثر من 20 كم عن الحدود بالطبع سيكون لهذا الاستهداف تبعاته وربما بدأنا نرى تبعات هذا الاستهداف بهذه الرشقات الصاروخية باتجاه إصبع الجليل أيضا كان هناك غارتان على بلدة الخيام وغارة من الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت بلدة يارون صباحا اليوم عدا عن قصف مدفع إسرائيلي استهدف عددا من القرى بينها أطراف بلدة النقورة وبحسب معلوماتنا كان هناك انفجار لمسيرة أو لدرون انفجرة بجانب سيارة في منطقة الوزاني إذن هذا بالمجمل أبرز المعطيات حتى الساعة ونتابع آخر هذه الاستهدافات التي تمثلت بإطلاق رشقات صاروخية على دفعتين باتجاه إصبع الجليل لتحديد مكان سقوط هذه الصواريخ أو الهدف المستهدف دينا بالانتظار الزميل حسين السيد شكرا جزيلا لك مرسلنا من جبهة الإسناد اللبنانية نعاود الترحيل بضيفينا الأستاذ عباس فنيش وأيضا سيد ساري عرابي من رمالة نرحب بكم نبدأ معك عباس ما بعد عرض الجزء الأول من ما جاء به الهدهد من سماء فلسطين المحتلة كيف نستطيع أن نوصف جبهة الإسناد اللبنانية حتى هذه الساعة تحية لجنابك للمشاهدين للأستاذة طبعا لابد من الوقوف ماليا عند هذا الإصدار ولكن لابد في البداية من أن نضع صياق ضروري لفهم ما يحصل نحن نتحدث عن شهر حزيران الذي دخلت فيه المقاومة تمسك بيدها ناتج شهر أيار وهو كان الناتج الأعنف بالنسبة للاحتلال على الجبهة الشمالية بحسب مقالة قياداته اعترفت وبحسب مقالة محللوه وقال إعلامه ومن ثم دخلت المقاومة بشهر حزيران بنسق آخر مختلف من أجل الضغط أكثر فأكثر بجبهة الإسناد للعمل على التوصل إلى إيقاف إلى وقوف إطلاق النار إيقاف أو حل في غزة بدأ حزيران بإسقاط مسيرة هرمز ومن ثم بدأت عمليات نوعية مكثفة وبدأت أسراب المسيرات والأعمال المركبة والعمل الليل يتكثف أكثر فأكثر كانت قد بلغت في الأسبوع الأول الذروة ومن ثم جينا إلى هذه الأيام التي مضت وأمسكت كل هذه الأيام جاءت إسرائيل وأمسكت مش بأيار وبحزيران أمسكت بناتج الجبهة 2200 أو 300 عملية وقررت أن تقوم بنقطة تحول واغتيال الشهيد القائد الحاج أبو طالب الذي هو مسؤول فعليا عن وحدة نصر التي تصنف بأنها نصف الجبهة في لبنان نتيجة تصنيف الجغرافي إذا بدنا نصنف التصنيف لحكي عنه الإسرائيلي بعيدا عن ماذا يصنف حزب الله فإذا بالمقاومة تتعاطى مع هذا الأمر بأنه حدث مفصل أولا على صعيد الأنصاق والردود وأشكال الردود ثانيا على صعيد المدى التي عملت به المقاومة ثالثا على صعيد القدرة التي أدخلتها المقاومة والكثافة التي عملت بها إما بالمسيرات أو بأسراب المسيرات أو حتى بالراشقات الصاروخية المكثفة والمدفعية وهذا جاء بين نقطتين النقطة الأولى اغتيال الحاج أبو طالب والنقطة الثانية عندما أعلن أن هناك كلمة للأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر لماذا أقول ذلك ولماذا أقول أنها نقطة تحول وهذا ما لمسناه من تهديد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سيد صفي الدين عندما قال فليستعد للاحتلال إلى العويل والبكاء ولماذا أربط هذا بالإصدار لأن هذا الإصدار ليس منفصلا عن سياق خلال الأشهر الماضية كانت المقاومة تتعاطى مع هذه الجبهة أنها جبهة إسناد لغزة وأنها تقوم باستهلاك قدرة بقدر هذا الصقف الذي وضعته ومع ذلك في الخطاب الثاني الذي طلبه الأمين العام لحزب الله في تشرين 2023 قال إن هناك جبهة إسناد وأننا نراقب سلوك الاحتلال على هذه الجبهة وماذا سيفعل وخلال الأشهر والأصابيع الماضية لم يتغير هذا الاعتبار لدى حزب الله ولكن ما حصل على ما يبدو خلال الأيام الماضية عند اغتيال حج أبو طالب أن هناك توازن في رؤية حزب الله أو مواءمة في رؤية حزب الله لهذه الجبهة بدأت تتبلور أكثر فأكثر أن جبهة الإسناد صعد إلى مستواها اعتبارات الحزب على هذه الجبهة لأن ذلك كان سيترافق ويترافق مع تهديدات ومع تلميحات بانتهاء مرحلة رفح ومن ثم الانصراف إلى شمال لبنان وجاء في هذه المشهدية الصاخبة ميدانيا الكلام عن قدوم هوكستين إلى لبنان فأمسكت المقاومة الجبهة قامت بوجبات ردود عنيفة ومن ثم قالت أنا أخفض التصعيد حتى المواطنين يخرجون إلى الجنوب ويصعدون إلى قراءهم يزورون المقابر فانخفض التصعيد فكان الاستنتاج أن المقاومة هي من تمسك بزمام المبادرة هنا جاءت ذروة هذا المشهد وذروة هذه الاعتبارات بليس القرار بإصدار الهدهد القرار بإصدار الهدهد موجود على الطاولة وسنتحدث عنه هنا أخرجت المقاومة ورقة الهدهد ووضعتها برسم الاحتلال برسم الموفد الأمريكي بالدرجة الأولى وله تفصيله أيضا سنفصله في الحلقة برسم الجمهور الإسرائيلي وأولا وآخرا برسم القادة العسكريين الذين يجب عليهم أن يتعلموا ما يتم تدريسهم إياه مجددا عن ضباب الحرب وهذا المصطلح الذي بسبب هذا الفيديو كان منقشعا لدى المقاومة ولكنه مكثفا لدى الاحتلال وسنأتي على تفصيله هذا كله بالمجمل في مخص شرح أو تشريح ما جرى على جبهة الإسناد اللبنانية أو الإطار العام لمخص ما عاد به الهدهد كجزء أول لكن سيد ساري على المستوى الإسرائيلي اليوم كيف نستطيع أن نقرأ المواقف ونحلل أبعادها وأي دلالات لهذه المواقف التي حتى الساعة لا تصدر إلا عن وسائل إعلام إسرائيلية نعم أستاذ الدينة الحقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي يتسم في هذه الفترة على المستوى السياسي بحالة من الصمت المطبق هذا الصمت المطبق يعني أن المؤسسة الإسرائيلية غير قادرة على التعبير عن نفسها وهذا يعني أن المؤسسة الإسرائيلية بكل أجهزتها ومستوياتها ومكوناتها تعيش حالة من الارتباك والتخبط والحيرة والشك والتردد واللايقين وعدم القدرة على حسم الخيارات إطلاقا وهذا الأمر ناجم في الحقيقة بسبب تعميق المقاومة سواء في جنوبي فلسطين المحتلة في قطع غزة أو في جنوبي لبنان في شمالي في فلسطين المحتلة لحالة الاستقطاب والخلاف داخل الكيان الإسرائيلي الكيان الإسرائيلي مر بأزمة غير مسبوقة في تاريخه هذه الأزمة من الممكن أن نسميها أزمة السابع من أكتوبر حاولت المؤسسة الإسرائيلية وحاول المجتمع الإسرائيلي في الحقيقة خلق نوع من الإجماع والوحدة الوطنية خلف قرار الحرب بحيث أن تفضي هذه الحرب إلى تجاوز أزمة السابع من أكتوبر ولكن حتى هذه اللحظة ونحن نعيش الشهر التاسع من الحرب العدوانية الإسرائيلية على الفلسطينيين داخل قطع غزة لم تتمكن المؤسسة الإسرائيلية لا من تجاوز أزمة السابع من أكتوبر ظلت تتحدث لا سيمة بن يميني تنياهو عن حرب مصرية وعن حرب وجودية وعن تحدي كبير والأخطر من ذلك بالنسبة للإسرائيلي أنه لم يتمكن من الاحتفاظ بالوحدة الوطنية والإجماع خلف قرار الحرب ومسارات الحرب التي كانت على الأقل في الشهور الأولى لا يقل عن ذلك خطر في الحقيقة هو التهديد الاستراتيجي الإقليمي الذي يعاني منه الكيان الإسرائيلي بشكل أساسي أن هذا الكيان لأول مرة في تاريخه يتعرض للقصف من عدد من المقاومات في الإقليم العربي بعدما بدأ خلال المرحلة الماضية في السنوات الأخيرة أن إسرائيل تسيدت المنطقة وأنه أمكن تكريسها في المنطقة ودمجها مع تحالف عربي وتمس القضية الفلسطينية نهائيا إسرائيل اليوم تقصف من اليمن وتقصف من سوريا والأهم من ذلك أن حالة وحدة السحاب في الحقيقة يجري تكريسها أنا لي رأي شخصي فيما يتعلق بمقولة أن المقاومة في لبنان هي تمثل حالة إسندية للمقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة ولكن في الحقيقة هذه المقاومة التي بدأت تعرف نفسها بأنها مقاومة إسندية للمقاومة داخل قطاع غزة تحولت ضمن هذا المشهد المركب إلى خلق معضلة استراتيجية كبرى للكيان الإسرائيلي إلى درجة أن الإسرائيليين يقولون بصورة صريحة ومباشرة أنه لا يمكن خلق ترتيب ما أو تسوي ما بشأن الوجود الاستطاني الصهيوني الاستعماري العنصري في شمالي فلسطين المحتلة دون الاتفاق مع المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة وهذا الذي قاله السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله منذ البداية إذا أردتم هدوءا في شمالي فلسطين فالحل في قطاع غزة إذا أردتم أن يعود النازحون إلى شمالي فلسطين النازحون الصهاينة فالحل داخل قطاع غزة هذه صورة جديدة غير مألوفة لدى الكيان الإسرائيلي ولذلك فإن الكيان الإسرائيلي يعاني حالة تخبط كبيرة وحالة انقسام ليس فقط داخل الأوساط السياسية أو بين معارضة أو بين الائتلاف الحكومي اليميني الذي يتزعمه بين يميني تنياهو ولكن في دائرة صناعة القرار واتخاذ القرار من جهة ما بين المؤسسة العسكرية والأمنية وما بين المؤسسة السياسية ولذلك التسريبات تقول فيما يتعلق بهذا الأمر أن بين يميني تنياهو غير قادر على اتخاذ قرار غير قادر على توقيع صفقة مع حركة حماس بحيث يتيح ذلك تمهيدا ما لترتيب وتسوية من خلال الوسطاء والجهد الدبلوماسي لوقف القصف من لبنان على شمالي فلسطين المحتلة وغير قادر على اتخاذ قرار بالتصعيد العسكري ضد المقاومة الإسلامية في لبنان إذن الاحتلال الإسرائيلي في الحقيقة يعيش معضلة استراتيجية غير مسبوكة هذه المعضلة نعم بدأت مع السابع من أكتوبر ولكن ما كان لهذه المعضلة أن تتعمق وما كان للعمق الاستراتيجي الإسرائيلي أن ينكشف لو لا هذا الفعل المضطرد والمتنامي والمدروس للمقاومة الإسلامية في لبنان طيب المقاومة الإسلامية في لبنان عباس كيف نستطيع أن نشرح بالتفاصيل آخر ما عرضته في مخص فيديو الهدهد إذا كنا نتحدث عن تأثيرات استراتيجية كيف نستطيع أن نشرح هذه التأثيرات الاستراتيجية التفاصيل في البداية لابد من الإشارة أنه عندما قلت أن الاعتبارات على الجبهة اللبنانية بدأت تأخذ وتصرف ذهن حزب الله بموازات الاعتبارات لجبهة الإسناد هذا يعني أن هناك عدة أو عدة للدخول في هذه المرحلة واحدة من هذه العدة هي الرسائل والحرب النفسية وبث الوعي في عقل وجمهور في عقل صانع القرار في عقل الأمريكي في عقل الإسرائيلي في عقل الجمهور طيب عندما قلت أن هذه الورقة أخرجت ووضعت على الطاولة يعني كان هناك قرار مسبق بأن يتم العمل بهذا الموضوع هذا الإصدار من بنات أفكار وإشراف وسياقات ومتابعة وإذا بدك الأخير أخذ من الأمين العام لحزب الله شخصيا يعني الأجهزة في حزب الله تتكامل صحيح أن الإعلام الحربي يصدر هذا الإصدار ولكن القرار بمثل هذا الإصدار بتوجيه هذا الرسائل بالإشراف بالأفكار بلماذا هذا المشهد لماذا ليس ذلك المشهد لماذا عرض هذه الخريطة بهذا التفصيل وهذا كله لدى الأمين العام لحزب الله يعني نستطيع أن نقول أن الإصدار من الثاني سفر أو من الفريم سفر إلى الفريم الأخير فيه طبعا الجهاز الذي نفذه وعمل به جهاز كبير ولكن العباءة الكبرى التي احتضنته وقامت بهندسته وأصدرته بهذه الطريقة هو الأمين العام لحزب الله مثلا أعطي مثلا مثلا نحن نتحدث عن رسائل و هذا يعني طبعا هذا له أساس له صلوب لأنه بالميدان تعرف أن تبصر عمليات ومن ثم تأتي العمليات هذه إلى الإعلام الحربي هو لديها هاميشو لا هنا تكلم مستوى أعلى وهذا قبل ساعات من خطاب الأمين العام لحزب الله وهذا أعتقد سيكون حاكم وهو مترافق لزيارة هوكشتاين وسنتكلم عن الموضوع طيب نقطتان استوقفتنا في البداية في بداية هذا الفيديو هناك عرض لخريطة هي لا تتلاءم عقلا مع ما تم عرضها شو أصدي؟ نحن نرى أن هناك عدد من النقاط التي تم عرضها وهي كريات شمونة نهارية حيفا كرمائيل العفولة طبعا الشباب زادوا عليها منطقة الجولان المرابض هولي ولكن بالإصدار مش داخلي بينما في الإصدار لم نشاهد سوى مسح لتلت شغلت منطقة مصنع رفائل وميناء حيفا والكريوت أصبح هناك علامة استفهام كبيرة لماذا تعمدت المقاومة بأن تصدر إصدارا تضع فيه هذه النقاط على الخريطة في البداية ومن ثم تعنون أنه إصدار رقم واحد ولكنها لم ترينا سوى هولي تلت عناصر لأنه مصنع رفائل طبعا مش متواضعين هو تلت عناصر هو شي كبير والكريوت وميناء حيفا ونتكلم ما أعرضت كل حيفا هي عرضت قسم قليل من شمال حيفا والاحتلال يفهم تماما ما أقول وما قالته هذه الرسالة طيب أيضا مررت رسالة سريعة في بداية هذا الإصدار بلقطات من كسر من الثانية هنا لقطة بداية انطلاق مسيرة الهدود اللي كانت فوق الجدار ونشوف نحن الجدار الحدودي نحن ثبتنا الصورة الجدار الحدودي ونشوف صور الشهداء المرسومين على هذا الجدار يعني أن انطلاق هذه الطائرة مسارها بهذه الطلعة لأننا نتكلم بالمعطيات عن عدة طلعات قامت بها هذه المسيرات وليست طلعة واحدة وهذا يمكن قياسهم مدة التحليق ومن الأهداف ومن المدى الذي دخلت به وهناك أيضا صورة أخرى لمستعمرة أيضا عرضتها بشكل سريع المقاومة لتقول أن المسارات هي متعددة وأن الطلعات هي متعددة وأن رسائل الجدار ورسائل المستعمرات فضلا عن الرسائل اللي بجوها بدأت الرسائل يجب قراءتها من لحظة الانطلاق سفر كيلومتر وصولا إلى آخر نقطة محتملة بهذا الإصدار لأنه لا ندري إلى أي عمق دخلت هذه المسيرات ومن ثم تدرجت في رسائلها يعني بدأت بعرض الدفاع الصاروخي في قبالة مصنع رفاييل عرضت القباب الحديدية التي تخططها عرضت مقالع داود التي تخططها وسكتت عن بعض الأنظمة الرادارية والصاروخية الموجودة والتي هي تتبع لحدث أطراف أخرى غير الجيش الإسرائيلي وتم الاستعانة بها في هذه الحرب وهم يعرفون شو هذا التفصيل كمان طيب ومن ثم بالتدريج دخلت إلى مصنع رفاييل وعملت مسح كامل لهذا المصنع وليس فقط مسحا كاملا طيب بالطير المسيرة يا دينا المسيرة ما فيها عنصر بأكد أن هذا الهدف اسمه كذا وهذا الهدف اسمه كذا ومن ثم عادت بهذه المشاهد القدرة والتفوق ليس فقط في التقاط هذه الصور إنما بالفريق الكبير الذي جلس وحلل هذه الصور وحلل هذه المشاهد وعلم أن هذه نقطة الفلانية وهذه النقطة العلانية وهذه المربض الفلاني بالتفصيل وبالاسم وبالرقم يعني هناك جهد استخباري مركب لا نتكلم فقط عن تطير المسيرات وعن الطلعات الجوية إنما نتكلم عن فريق ضخم من الاستخبارات ومن المحللين بالجمع العلني وغير العلني الذين يعلمون تمام المعرفة كل تفصيل في كيان الاحتلال لذلك كان الحديث في إسرائيل عن أن هناك جواسيس داخل إسرائيل استطاعت أنه يحكو كثير والمقاومة صمتت أيضا هناك تحليل لابد من الوقوف عنده بالنسبة المئوية لعرض الأهداف لأن نحكينا عن ثلاث إذا بدك كاتيجوريز من الأهداف أو ثلاث رقع جغرافية تم استهدافه وعندما نتكلم عن الرقع الجغرافية نتكلم عن الرقع الجغرافية الأكثر اقتضاظا في العالم بالتفصيل والأرقام شيوم نعمل حلقة عن الموضوع الأكثر اقتضاظا بأنظمة الرادرات في العالم وبأنظمة الدفاع الصاروخي وبأنظمة الدفاع الجوي وبأنظمة الإنذار اللي هي ممتدة من الرأس النقورة إذا بدك لا ميناء حيفا وهي المنطقة الأكثر اقتضاظا أيضا بالمصانع العسكرية هون عم نحكي عن مصنع رفييل وقيمة مصنع رفييل والعقود بالمئات المليارات بينه وبين عدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لماذا تقوم مقاومة بمسح منطقة مصنع رفييل طيب ولكن بالنسبة المئوية النسبة الأعلى كانت لمنطقة ميناء حيفا أربعة دقائق وأربعين ثانية يعني 48% من الإصدار كانت مخصصة لميناء حيفا وقلتلك أنا ليس لكل حيفا لا شمال حيفا من بقى طبعا فيها التفصيل ولون الصاروخ وشكل الصاروخ وبالأمس كان هناك مصادر خبيرة أوضحت هذا الموضوع للميادين طيب النسبة الثانية هي لمصنع رفييل المقاومة تقول التالي بموضوع مصنع رفييل هذا المصنع شوفي بحرب غزة عملوا هنا ما يسمى إبداع عسكرية وعملوا منطقة تجميع ومنطقة صيانة وصاروا يخرجوا الدبابات للصيانة خلال الحرب هذه ليس صايرة عند كثير جيوش وهذه نقطة تفوق هو يعتبرها ومناء ماشي نشهد لعدونا بنقطة تفوق طبعا المقاومة الفلسطينية هذا دليل أن المقاومة الفلسطينية ضوئتهم المر هناك هوني كانوا ينكروا ولكن عندما تتحدثين عن رفييل وما أدرانا ما رفييل بموضوع الصناعة وبموضوع التدريع وبموضوع الصاروخ وموضوع المدرعات والأليات وموضوع الصيانة خلال الحرب المقاومة تقول الجيش اللي هو عم يتعرض كل يوم في الحرب المقبلة حتى مصانع التدريع والصيانة وإعادة الترميم هذه ستنتهي يعني عندما تدخل كتيبة المدرعات وتدمر على مشارف تل الفلانية أو المنطقة الفلانية هذه كيف ستسحب ويتم صيانتها سيكون مصنع رفييل وكل هذه المنطقة الصناعية الضخمة التي تمتد عشرات الكيلومترات ستكون منتهي طيب بموضوع طبعا نتكلم عن مجمع رفييل وليس مصنع رفييل بالموضوع التالت اللي هو النسب الأقال اللي هو الكريوت اللي فيه رسالة موضوع الكثافة السكانية وطبعا التكتل العمراني العالي الكثافة دقيقتان تقريبا يعني 20% من الإصدار لماذا شرحنا هذا التشريح لنقول أنه حتى النسب المئوية وحتى الدقائق كانت محسوبة بالثانية وأقل من الثانية وحتى كيف ستوجه هذه الدقائق وكيف سيتم التدريج بعرضها من الفيديو تم التدريج كبعا لصورة متصورة ومتخيلة في عقل صانع هذا الفيديو ومهندسه بدأ فيها من نقطة صفر فوق المستعمرات فوق الجدار فوق المستعمرة فوق الأنظمة الدفاع الصاروخية فوق مجمع رفييل وصولا إلى الكريوت وصولا إلى حيفا وبالتالي حتى بالنسب المئوية وبالثواني الرسائل يجب أن تحلل والباقي يأتي يمكن تبعا في الميدان وتبعا في خطاب الأمين العام لحزب الله سيد ساري هذه الرسائل كيف حللها المستوى الإسرائيل وكيف تلقفها بداية تماما نفس حالة الارتباك والتخبط التي تحدثت عنها تعامل بها المستوى الإسرائيلي مع فيديو الهدهد الذي أصدره حزب الله طبعا هنا يجب أن نشير أن هذا الفيديو قال الحزب أنه الجزء الأول من المعلومات الاستخباراتية التي تعود بها طائرات الهدهد العائدة لحزب الله الاحتلال الإسرائيلي في الحقيقة يحاول أن يستعيد وأن يكنع نفسه وأن يكنع جمهوره وأنه ما زال متفوقا من ناحية العسكرية ومن ناحية الأمنية والاستخباراتية والناحية التقنية ولذلك إذا لاحظنا إذا كنا نتحدث أولا عن المقاومة داخل قطاع غزة صدرت تقارير أخيرة تقول أن الوحدة 8200 وأن فركة غزة كانت على علم بمخطط حركة حماس قبل بثلاثة أسابيع من تنفيذ عملية السابع من الأكتوبر بالرغم من أن حركة حماس كانت تتدرب علنا على تنفيذ مثل هذه العملية ولكنها تمكنت من تنفيذ عملية خداع استراتيجي في الاستخبارات الإسرائيلية والأمنية والعسكرية متزال قادرة على حماية الجمهور الإسرائيلي زعموا أن هناك مجموعة من الطائرات دخلت الحزب الله وأن هذه الطائرات رصدت وجرى إسقاط إحدى الطائرات واختفت طائرة وطائرة الاحتلال هو الذي سمح لها بأن تمر بمعنى يريد أن يقول الإسرائيلي أن كل هذه المعلومات ليست مهمة وهذه المعلومات كانت تحت أبصارنا وهذا الأمر مثير للسخرية تماما في الحقيقة هنا مجموعة من الملاحظات المهمة على المستوى الاستراتيجي فضلا عن الآن فضلا عن مجريات المعركة فضلا عن الرسائل السياسية التي يريد أن يقدمها حزب الله سواء للداخل الإسرائيلي وصناع القرار داخل الكيان الإسرائيل وأن حزب الله يكون لهم بصورة واضح أنه قادر على أذيتهم في حل لو أن الاحتلال الإسرائيلي ذهب نحو معركة ومواجهة أوسع وهي رسائل أيضا لحمات الكيان الإسرائيلي في الغرب عموما وعلى رأس ذلك الولايات المتحدة الأمريكية لكن لا ينبغي أن نغفل ونحن نتحدث في الآن وفي الرسائل السياسية الآنية عن الجانب الاستراتيجي الحقيقة فيما يتعلق بهذا الموضوع فيديو الهدهد في اعتقاد الشخصي لا يقل أهمية عن الكثير من المواجهات الكبرى التي أثبتت أن الكيان الإسرائيلي يفتقر للعمق الاستراتيجي وأن الكيان الإسرائيلي قابل للهزيمة في الحقيقة نحن في العام 2021 مثلا في معركة سيف الكوتس تمكنت المقاومة الفلسطينية بأدوات بسيطة أن تدخل كل الكيان الإسرائيلي داخل الملاجئ وأن تعطل الطيران من مطار بنغوريون ونحن نتحدث عن مقاومة تقاتل بأدوات بسيطة بداية بحكم أنها مقاومة محاصرة وتقاتل في جغرافيا صغيرة في شريط ساحلي ضيق في عملية طفان الأقصى أثبتت المقاومة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي يمكن أن يكهر وأن الاستخبارات الإسرائيلية يمكن أن تستغفل وأن الكيان الإسرائيلي عموما هو قابل للهزيمة بشكل أو بآخر حزب الله في الحقيقة يقول للكيان الإسرائيلي إن واحد من أهم المجمعات الصناعية العسكرية للكيان الإسرائيلي هو على مرمى حجر من صواريخ حزب الله ومن مسيرات حزب الله وأن الكيان الإسرائيلي الذي يفتكر للعمق الاستراتيجي هناك من يعد له العدة ومن يخطط له ومن يدرسه بدقة وقادر على أن يستثمر في هذا الفقر في العمق الاستراتيجي لدى الكيان الإسرائيلي نحن لا نتحدث عن دولة نحن نتحدث عن أحزاب وتنظيمات الحقيقة تثبت جديتها وتثبت صدقيتها وتثبت دراستها الجادة للكيان الإسرائيلي وتستعد لذلك بصورة دقيقة وبنحو جيد وأنا هنا أريد أن أبني على مقال الأستاذ عباس قبل قليل أن القضية ليست فقط أن المقاومة امتلك الطائرات استطاعت أن تغافل القدرات التقنية والرادارية للإحتلال الإسرائيلي وأن تدخل وتصور وترجع ولكن نحن نتحدث عن معلومات دقيقة يعني بمعنى الفيديو الذي بث لحزب الله كان يبين بصورة دقيقة العديد من المواقع ما هي وظيفتها ما هي طبيعتها ما هو صنفها ما هو نوعها بالإضافة طبعا لأن الفيديو كان مهتم في الحقيقة في بيان قدرات الدفاع الجو للكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بالكوبة الحديدية أو فيما يتعلق بمقلاع داود يعني بمعنى نحن نتحدث عن دراسة دقيقة وعن معلومات دقيقة يملكها الحزب إزاء كل هذه البنية سواء كانت البنية الحضرية المدنية أو كانت البنية العسكرية للكيان الإسرائيلي وهذا ينم مرة أخرى عن فشل إسرائيلي يعني بمعنى إذا كان الإسرائيلي قد فشل في قراءة نوايا حركة حماس داخل قطاع غزة فالإسرائيلي أيضا فشل المقاومة تملك كل هذه المعلومات الاستخباراتية حول البنية للكيان الإسرائيلي على المستوى المدني والحضري والاقتصادي والعسكري في شمالي فلسطين المحتلة وربما في كل فلسطين ولم يكن يتوقع أيضا هذه النقطة الثانية أن المقاومة تملك كل هذه القدرات على المستوى التسليحي وعلى المستوى التقني وعلى المستوى الاستطلاعي والاستخباراتي وأكثر من ذلك أعتقد أيضا أنه لم يكن يتوقع أن المقاومة في لبنان تملك رؤية استراتيجية لكيفية الانخراط في هذه المعركة بحيث هي التي تملك إيقاع هذه المعركة وهي التي تتحكم في اضطراضها وفي اتساعها وفي تناميها بما يدخل الكيان الإسرائيلي في المعضلة الاستراتيجية التي كنت أتحدث عنها طبق قليل عباس اليوم في طبيعة الأهداف كنت أتحدث عنها إذا كنا نتحدث عن طبيعة الأهداف نستطيع أن نشرح طبيعة هذه الأهداف نحن نتحدث عن هدف عسكري مصنع رفيال أو مجمع مجمع عسكري نتحدث عن مرفق حيوي نتحدث عن ميناء حيفا ونحن نتحدث أيضا عن مرفق سكني أو مجمع سكني بالضبط وبالتالي هذه الأهداف حتى بالرسائل من خلال طبيعة هذه الأهداف أي رسائل أيضا تبعثها المقاومة على أي مستويات لنثبت أنه على امتداد عشرات بالمئات السنوات لم يكن سلاح الاستخبارات مثل ما تفضل ساري في نقطة السية الاستخبارات ليست أداة وليست سلاحا للمباهات ولا للتباهي يعني كل المنظرين العسكريين كلاودسفيدس وغيره بيحكوا هذا الحكي وأيضا هذه ليست أداة من أجل الاستعراض الإعلامي أصبح عندما يقوم طرف ما ببث رسائل استخبارية هو يقوم ببثها وبعرضها من أجل أهداف تتعلق بطبيعة إدارة القتال في حال كان قد نشب أو بمنع القتال في حال لم ينشب وهي بسموها وحدة من محفزات ومن روافع عملية الردع طبعا نحن بهذه الجبهة الردع صار في نياش كتير الردع هو أمر نسبي وطبعا دخلنا إلى مستوى مستويات القتال في جبهة لبنان كما أن المقاومة في غزة دخلت إلى قتال واسع وكبير طبعا القتال بين لبنان وغزة يختلف بالأدوات ويختلف بالشكل أصبح عندما قررت المقاومة أن تقوم بهذا التقسيم وبهذه الطريقة هي جاءت لتقول أنني خلال السنوات الماضية استخدمت الاستخبارات تعلى قاعدة دعه يعلم من أجل تكريس الردع يعني كانت تخرج لتقول له أنا عندي صواريخ دقيقة ويمكن استهداف أي نقطة معينة وثم قالت أنا عندي صواريخ نقطوية وقبلها قالت استطيع استهداف مطار بين جوريون وبينها بين كل تلك الرسائل خلال السنوات الماضية بثت فيديوهات وما إلى هناك ولكن اليوم هناك متغير طبعا ذروة دعه يرى سنشوف في الفيديو بال2019 الأمير العام لحزب الله ماذا كان يقول ولكن انتقلت من دعه يعلم إلى دعه يرى يعني هي خلال السنوات الماضية عم تخليه يعرف تكشف له عن قدرة معينة وإن كانت عم تكشفها قولا من خلال التهديد وهذا التهديد كان مترافق بتراكم من المصداقية الكبرى للأمير العام لحزب الله فضلا عن الأداء الميداني الآن تنتقل باستخباراتها من دعه يعلم إلى دعه يرى دعه يرى ليش؟ لأن هذا سيكون له مستدبعاته وحنحكي فيها ولكن يمكن تذكير الاحتلال والمشاهدين بما قاله الأمير العام لحزب الله عام 2019 بمقابلة تلفزيونية بـ 12 سبعة ونربطه بما يحصل اليوم لنرى أن الانتقال إلى هذا المستوى هو ليس انتقالا عبثيا بل أنه انتقال تراكمي يعلم قسم كبير منه الاحتلال ولكنه الآن رأاه ويجهل قسم كبير منه الأمريكي فعلمه وراءه نشاهد صوتية الأمير العام لحزب الله هذه فلسطين محتلة طبعا المقاومة تستطيع أن تستهدف كامل هذه الجغرافية حتى إيلاد خلي جنوب عجنا بل نريح حالنا يا خي من الجنوب الشمال كله في دائرة نيراننا من وين مكان من أي بقعة في لبنان نحن نستطيع هذا الشمال وقد ما بدون زمن وكل المعلومات عن كل الأهداف هون العسكرية والأمنية والتكنولوجية والاقتصادية والصناعية وواواواواوا كل هذا موجود هون إذا في مقاومة عندها قدرة صاروخية مثلا آلاف عشرات الآلاف فلما أبدي أعطي عرقام دقيقة وكلها بتقدر تطال هذه المنطقة ونحن مش مضطرين نوزع نبعت صواريخنا على جنوب جنوب فلسطين ولا على أي ماكن أخرى يتكفل بالشمال نوع من الصواريخ بعيد الصواريخ بدل من نستنفدها بالشمال بنروح فيها على هذا الشريط الساحلي هل يستطيع الكيان أن يصمد أن يتحمل هون العصر الحجري مين يريد أن يرجع الثاني على العصر الحجري بعدين حتى بالشمال ما بالزمان حكينا عن الأمونيا بحيفا ما قدروا علاجه حاولوا ياخدوها على الوسط ما فيهم ياخدوها على الجنوب جنوب ما تجاوب طيب بالبحر كمان في مشاكل للموضوع طيب هم بيحكوا أن استهداف الأمونيا أنا بيوم الأيام لما كنت عم بخطب وقلت نحن بيتنا نملكوا سلاحة نووية صاروا الناس يضحكوا بالمجمع طيب اللي ما عم بمزح خمانوني عم بمزح طيب اللي يتكون من خزانات الأمونيا في حيفا وصاروخ ومحد أو صاروخين طيب هذا الكلام للأمين العام لحزب الله منذ سنوات إذا كنا نتحدث عن منذ سنوات والأمين العام يتحدث بهذه يعني يتحدث عن أنه المقاومة تعلم ولديها بونك أهداف وهناك معضلة للإسرائيلي في نقل الأمونيا إلى مناطق أبعد لا تطالها صواريخ حزب الله وقدرات حزب الله وبالتالي اليوم عن أي قدرات ما تحدث لم يتغير شيء أعتقد الكثير بالمعنى السياق العام ما كان يقوله الأمين العام لحزب الله في ثلاث نقطة تيرليفتي هو تكلم عن الشمال بأي زمن وأد ما بدهن زمن ويمكن العمل عن كل الشمال من كل مكان في لبنان وأد ما بدهن زمن هذه نقطة إلى علاء بشمال طبعا هذا التهديد فيه بعدين قسم عن الوسط وغوشدان ونحن محكينا عنه أنا رجعت أعادت هذا الموضوع لأقول كان يتكلم في 2019 على قاعدة دعه يعلم طيب وكان يتكلم عن طريقة إدارة صراع بطريقة متواضعة في الشمال لأنه علل ذلك بأن القدرة استراتيجية أنا قد ادخرتها لوسط كيان الاحتلال اللي بدهي دمر فيه كيان الاحتلال طيب اليوم المقاومة منذ 28 للألفين عفوا إلى ما قبل اغتيال الشهيد أبو طالب كانت تعمل بنمط ونصق هو نمط ونصق نيسان 1996 أو شباط 1999 ولكن مطور لم تخرج عن لقراد لم تخرج عن الكاتيوشة لم تخرج عن المدايات التي ذهبت فيها في تلك الفترة وإذا بنى نشوف أنها يمكن أن تعمل بأدبيات حرب تموز يعني هذا الفيديو يثبت أنها يمكن أن تعمل بوسائل وأدبيات حرب تموز دون اللجوء إلى الأدوات الاستراتيجية والقدرة الاستراتيجية مع إضافة عن حرب تموز بأن لديها قدرة تضاعفت مئات المرات بمستوى معين وهو المستوى الذي تعمل به الآن مع إدخال بعض المفاجآت أو بعض المنظومات وبالتالي حتى لو قرر الاحتلال الذهاب إلى مغامرة وحماقة على مستوى يعتبره محدود في الجنوب في جنوب لبنان فإن هذا الشمال لا يحتاج مع حزب الله إلى إطلاق يده والذهاب بقدرات استراتيجية ولكن فقط إذا أديرت كما أديرت حرب تموز 2006 مع مضاعفة عدد الإطلاقات نحن نحكي عن أهداف 28 كيلو 40 كيلو العفولان جابت بخيبر 5 عفوا بفجر 5 يعني عم تحكي عن صواريخ من الصواريخ للحزب الله أصلا ما دخل بعد فاتح 110 وما قال أني دخلت المنظومة الفلانية أو المنظومة العلانية وبالتالي من كان يجب أن يسمع هذا الأمر بالدرجة الأولى هو من يفكر بهذه الطريقة دعه يعلم الآن دعه يرى فهل سيضطر الاحتلال حزب الله إلى الدخول في مرحلة دعه يختبر هذا برسم المبعوث الأمريكي الذي جاء وتحدث بالأمس وبرسم من يعنيهم الأمر بحسب ما قالت لهم المقاومة وهذا إصدار أول بعد ما حكيت عن إصدار الثاني وأيضا عباس أشرت أكثر من مرة إلى نقطة هامة جدا بأن هذا كان حتى تاريخ اغتيال الشهيد القائد في المقاومة أبو طالب يعني نتحدث عن مرحلة أخرى فتحات ما بعد اغتيال الشهيد أبو طالب طبعا أنا بس عم بحكي عن نقطة توضحية المشاهد عندما أتكلم عن 2006 لأن المثلث الذي أبرزته المقاومة هو منطقة عمليات حرب تموز 2006 ما زادت علاشي منطقة عمليات حرب تموز أيضا في هذا سنتحدث أكثر لكن فيما خاصل التطورات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديدا داخل الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال للمرة الثانية اليوم بلدة بيتا في نابلوس حيث يتصدى لها المواطنون ورسلتنا في رمالة أفادت بأن قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة باتجاه الشبان الذين أشعلوا الإطارات لمنعها من التقدم في بلدة بيتا وللمزيد تنضم إلينا مراسلتنا نسرين سلمي من رمالة نرحبك نسرين ونسأل عن أوضاحة هذه اللحظة في كامل مناطق الضفة لسيما في نابلوس نعم دينا قوات الاحتلال انفحلت فعليا من قرية بيتا بعد أن أطلقت وابلا من الغاز باتجاه منازل الفلسطينيين والرشاص الحي ونشرت عددا من المشاه في الحراس والأزقة في البلدة وتحديدا في منطقة الحسلة ومنطقة البيادر الشبان تصدوا لها بالحجارة وطبعا بعد عملية الاقتحام انسحبت لكن كان هناك اقتحام آخر لمنطقة أطور في مدينة نابلس نفسها اقتحام بعدد من الأنهيات العسكرية تم اعتقال طفل من منطقة أطور وعادت قوات الاحتلال وانسحبت من مدينة نابلس وكانت اقتحمتها في ساعات الفجر أيضا تحديدا منطقة الشرقية الطور في المنطقة الغربية في ساعات الفجر اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وتحديدا مخيم عسكر الجديد نفذت فيه حملة اقتحامات واسعة فجرت أبواب لمحال تجارية داهمت عدد من المنازل اعتدت على المواطنين بالضرب وكان هناك إطلاق للرصاص والغاز المسايد للدموع المقاومون في عسكر تصدوا لقوات الاحتلال بالرصاص وبالعبوات محلية الصنع قبل أن تلتحب بعدما اعتقلت عددا من المواطنين قبل انتحابها أيضا قوات الاحتلال كانت اقتحمت في ساعات الفجر بيت إيبة إلى الغرب من مدينة نابلس وشمت فيها حملة مدهمات في منطقة جنين أكثر إلى شمال الضفة الغربية كان هناك اقتحام لليامون وشهدت اشتباكات عنيفة ما بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاشتباكات كانت بالرصاص وبالعبوات محلية الصنع قوات الاحتلال نشرت قناصة ودفعت بنزيد من التعزيزات إلى المنطقة قبل أن تنسحت منها وقد اعتقلت عددا من الفلسطينيين المدينة الأخرى التي شهدت عملية اقتحام واسعة كانت قلقينيا أيضا في شمال الضفة الغربية اقتحمت المدينة واقتحمت عدد من القرى المحيطة بها مثل جيوس وعزون وقلقينيا نفسها شهدت مواجهات كبيرة ما بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال المقاومون استهدفوا قوات الاحتلال بالعبوات محلية الصنع وبالرصاص وأصدروا بيانات سواء من سرعية القدس أو كتائب شهداء الأقصى قالوا فيها أنهم تصدوا لقوات الاحتلال وأصابوهم بالرصاص وبالعبوات محلية الصنع في قلقينيا كان اعتقال 9 أنوات قليل قبل أن تنسح بقوات الاحتلال وفي عزون تم اعتقال 12 فلسطينيا وانسحبت قوات الاحتلال منها بلدة ظاهرية إلى الجنوب جنوب الضفة الغربية وجنوب الخليل أيضا اقتحنتها قوات الاحتلال في ساعات ما بعد منتصف الليلة الماضية شنت فيها حملة اعتقالات واسعة وكبيرة وكان هناك إطلاق للرصاص وتنكيل بالمواطنين اقتحام لمنازلها تكسير لمحتويات المنازل واعتقال لـ 15 فلسطينيا قبل أن تنسح منها قوات الاحتلال وتضع ثواتر ترابية على ما داخلها وتغلقها بشكل كامل في رامن كان هناك اقتحام لحي المطايف واعتقال لأحد الفلسطينيين وانسحاب من قبل قوات الاحتلال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرة أفادوا أنه خلال أيام العيد قوات الاحتلال اعتقلت 90 فلسطينيا من أنحاء مختلفة في الدفاة الغربية وعمليات الاعتقال والاقتحام تتواصل في ظن تزايد اعتداءات المستوطنين سواء في بورين جنوب الدفاة الغربية أو في بورقة شمال مدينة رامن الله التي اعتدى المستوطنون عليهم بإحراق الأشجار منازل الفلسطينيين والاعتداء بالضرب والتكثير على المواطنين ومركباتهم شكرا جزيلا لك يا زميلة نسرين سلمي مرسلتنا من رامن الله سيد ساري نعود إليك بالسؤال عن الأوضاع داخل الضفة الغربية المحتلة هذا تصعيد الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم نحن نتحدث عن تصعيد كبير اعتقالات يومية اعتداءات يومية تجريف كبير للمناطق والبنى التحتية داخل المناطق الفلسطينية وداخل المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وبالتالي كيف نفهمه أو نفهمه في سياق التحضير لمرحلة جديدة في الضفة الغربية ما بعد انتهاء الحرب في غزة أم هو استغلال الفرصة يعني فرصة انشغال العالم بالحرب في غزة وإحداث هذه العملية أو هذه الفوضى في الضفة الغربية وأيضا تحقيق إسرائيلي أهدافها هناك نعم دينهول الحقيقة سياسات الاحتلال الإسرائيلي إزاء الضفة الغربية تعود إلى مجموعة من السياقات أهم سياق في هذه السياقات هو سابق على حرب السابع من أكتوبر كنا نعلم تماما أن حكومة بن يميني تنياهو في قلبها يقبع التيار الدين القومي التيار الدين القومي دولته ومشروعه الإديولوجي هو داخل الضفة الغربية الضفة الغربية هي دولة المستوطنين هي دولة الحركة الكهانية هي دولة التيار الدين القومي هي دولة الصهيونية الدينية طبعا بطبيعة الحال الضفة الغربية ذات أهمية استراتيجية كبرى بما تمثله من تعويض عن الافتقار للعمق الاستراتيجي الذي كنا نتحدث عنه بالإضافة للاعتبارات الإديولوجية والدينية والدعائية والأمنية والاقتصادية والمتعلقة بالثروات إلى آخره لكن التيار الدين القومي في الحقيقة كان لديه مشروع قبل السبع من أكتوبر هو مشروع حسم الضفة الغربية من خلال أولا زيادة الاستطان من خلال توسيع البنية التحتية الاستعمارية الاستطانية سواء في التجمعات السكنية الاستطانية أو في البنية الاستعمارية الخادمة للاستطان من الطرق من الحواجز من الجدار الالتفافي إلى آخره وتحويل حياة الفلسطينيين إلى محميات يعني بمعنى تحويل كل قرية فلسطينية إلى محمية وليس فقطت الجمعات السكانية الكبرى كان يجري هناك حديث عن تحويل الضفة الغربية إلى ثلاثة جمعات كبرى الجنوب والوسط والشمال نحن اليوم نتحدث أن كل قرية فلسطينية عليها بوابة حديدية يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتفعيلها يضاف إلى ذلك في الحقيقة تطوير الحركة الاستطانية من خلال تحويل المستوطنين إلى تنظيمات وميليشيات يعني لدينا شبيبة التلال تدفيع الثمن تمرد العديد الحقيقة من هذه التنظيمات التي تملك موارد تملك مرجعيات سياسية مرجعيات دينية مدارس زراعية مدارس دينية تسليح تدريب إلى آخره وهي التي تقوم باقتحام بلدات الفلسطينيين وإحراقها وإحراق المنازل إلى آخره ومن ثم كان هناك سياسة لحسم ساحة الضفة الغربية وفرض نوع من التهجير البطيء على الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى خارج الضفة الغربية هذه السياسة السابقة طبعا يجب أيضا أن نتذكر أنه كان هناك مقاومة لهذه السياسة من خلال عمليات المقاومة التي تصاعدت من بعد العام 2021 ولا سيما في مطالع العام 2022 لكن بعد السابع من أكتوبر في الحقيقة الإحتلال الإسرائيلي ألقى بثقة الأمن هائلة على الضفة الغربية أولا من خلال عمليات الاعتقال الهائلة غير المسبوكة ربما في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي أيضا من خلال عمليات الاقتحام والقتل والاغتيال والتي بلغت في شهور قليلة أكثر من أعداد الشهداء الفلسطينيين في أي سنة من سنوات الانتفاض الفلسطيني الأولى في كل ساحة فلسطين في ذلك الوقت يضاف إلى ذلك شل حركة الفلسطينيين من خلال تفعيل البوابات الحديدية والحواجز وحشر كل مجموعة فلسطينية سكنية داخل البلدة التي تنتمي إليها يضاف إلى ذلك ولو كان بسقف السلطة الفلسطينية من خلال الحصار الاقتصادي المفروض على الفلسطينيين داخل ساحة الضفة الغربية يمكن أن نجمل سياسات الاحتلال في هذه السياقات كلها وبالتأكيد هناك محاولة للاستثمار والاستفادة كما تتفضلين بالإشارة من إنشغال العالم بحرب الإبادة الجمعية المفروضة على الفلسطينيين داخل قطاع غزة لكن بموازات ذلك رغم كل هذا الإطباق الأمني الهائل هناك حالة مقاومة موجودة ضمن هذه الظروف الأمنية والصعبة تواجه هذه السياسات الإسرائيلية عباس بالعودة إلى فيديو الهدهد الأول كيف نستطيع أن نفهم الظروف والتوقيت وأيضا كيف نفهم ما ذكرته بأنه دعه يختبر إلى جانب دعه يعلم هذا أسلوب عمل لدى المقاومة عام 2022 في وقت الترسيم كان هناك زيارة لهوكستين وأصدرت المقاومة إصدار عن منصة كريش ومن ثم أرفقته باتصال من أحد قيادات حزب الله الحج وفيق صفا أبلغ اللواء عباس إبراهيم رسالة من الأمين العام لحزب الله رسالة تهديد مباشرة لهوكستين وقال له أننا لا نخشى الحرب وتفصيل هذه الرسالة بمقابلة بأحد الوثائقيات ذكرى اللواء إبراهيم نحكيها ونرجع من علي إعلايا لنخطو نتبع صارا للوقت نقوله بعد الأهام كانت السفيرة الأمريكية وما كان الوفد اللي مع أموس وكان السيد أموس وأنا هتحدث تقوله خطط الحرب جاهزة بكل وضوح أنا عن بلغك رسالة خطط الحرب جاهزة بالكامل إذا أرادت إسرائيل الحرب نحن جاهزون للحرب ستصبح المنطقة الشمال وجنوب التسعة وعشرين أهداف مشروعة لنا وسنمنع إسرائيل من العمل في حقول النفط يجب أن تعرف إسرائيل أن خسائلنا ستكون كبيرة ولكن بالنسبة لإسرائيل ستكون هذه الحرب حرب وجودية وليس معلومة أن المنطقة كلها ستنزلك إلى الحرب قلت له بعد في شيء قال لي كمان قلت له إيه قال لي شو قلت له أنت سيد هوكستين أنت المسؤول عن الحرب والسلم قال لي هاي الحرب بتدمر لبنان قلت له أنا بستذكر الرسالة هلأ بتدمر لبنان بتدمر إسرائيل ومص المنطقة قال لي شو يعني قلت له جاعز تذكر شو قلت له أنا بدي جواب على الرسالة وقال لي ما فينا أحكيهم للجماعة شو بقال لي طيب هلأنا أصبح بالكامل للكم نفهم عباس بأنه نحن في نفس السياقات في نفس الظروف نفس الشخصية التي تحمل الرسائل اليوم نفس الخطر الوجودي أو هذه الحرب وجودية بالنسبة لإسرائيل اليوم من خلال هذا الكلام لا لا الأولى هو عدم خشية حزب الله للذهاب إلى السيناريو الأسوأ ولكن بالأصل والمفاعل هو الضغط على عقل ويد الأمريكي من أجل الضغط المجدي وليس الشكلي ليصل إلى وقف إطلاق نار في غزة مثل ما صار الضغط على عقل ويد هوكستين بالـ 2022 وهو الذي قام بالضغط على حكومة لابيد أنذاك وحصل الترسيم طيب ولذلك المقاومة بكل ما تفعله هي تضغط بالاتجاه الأكبر باتجاه من يعتبر نفسه معني بمنع التوسع والتوسيع لتقول له لا أنا لا أخشى وهذا علمت ورأيت وبكريش اختبر بثلاث مسيرات لا ندري هنا ما هو موضوع الاختبار الذي سيكون قد لا تحتاج المقاومة إلى اختبار طيب ولكن تقول أيضا هذا باتجاه ولكن باتجاه ما يتعلق بلبنان والجبال اللبنانية تقول أيضا أنه إذا كان بعقل الإسرائيلي أنه يمكن أن يصنع وضع يؤدي فيه إلى ما يفترضه قتل حزب الله بألف طعنة يعني بدل ما يعمل حرب شاملة بيروق على محل يقتل فيه حزب الله بألف طعنة جاءت لتقول له دقق بهذه المشاهد التي فيها بعض النقاط النقطوية أنت بتشوفه يعني ساعر أربعة ونص وساعر ستة وقفين على الميناء يعني هيدا ليش عم تنقط له إياها بالأحمر المقاومة اللي تقول له أنا يمكن وطبعا فضلا عن المصافي والخزانات المواد الكيميائية وغيره أنا يمكن أن أقوم معك بطعنة مفعولة بألف طعنة أنت رايح تعمله هذه أيضا رسالة من رسائل الردع ورسالة من رسائل الفعل في حال اضطرت المقاومة إلى ذلك لنقول أنه عندما بدأنا بالصياق الذي بدأنا به وربطنا الأمر بنقطة التحول وهي اغتيال الحجب طالب وبعدها والغارة في جناتها وعندما قلنا أن المقاومة قامت بعمليات ردود مكثفة وبأنصاق مختلفة وأبرزت جزء بسيط وجزء لا يتجزأ من قدرتها وهذه القدرة مستمرة ومكثفة ومن ثم جاء هذا الفيديو في هذا التزامن إذا ذهبت إسرائيل إلى ما تعتبره ألف طعنة أو الموت المتدرج حتى بهذا النصق المقاومة لا يمكن أن تموت ولا يمكن أن تقتل بل ستقتل أعداءها ليش؟ لأنه عندما تذهب للعمل بالنذر اليسير بعد ما اعتبره اختلال توازن ومقتل قائد وحدي بهذه الطريقة المقاومة سعادة توازنة إذا راح تبدأت تشتغل بهذا النمط النمط الذي لا يؤدي فيه الدفاع الصاروخي أي وظيفة النمط الذي يتم استهداف فيه منصات الإطلاق للقبة الحديدية والنمط الذي فيه عشرات المسيرات وأسراب المسيرات فضلا عن الأعمال المركبة والنمط الذي فيه أهداف حيوية واستراتيجية من يقتل الثاني في هذه الحالة؟ وطعنت من ستكون مجدية وفعالة هو شعم يعمل غارات ويوسع الغارات باتجاه أهداف عسكرية يعتبرها المقاومة طيب هاي الأهداف العسكرية هل يتحملها؟ بالتالي نعم الضغط صحيح على رأس الأمريكي وهوكشتاين ولكن بنفس الوقت المقاومة لم تسقط من يدها ما يمكن أن تفعله والرسائل التي تبثوا هنا نقطة أساسية أعيد وأكرر وأجدد المقاومة لم تقل أنها خرجت للحرب بهذا الفيديو وهي قالت أنني أدير اشتباك هذا جزء من إدارة هذا الاشتباك عندما تضطر إلى جرعة مختلفة وإلى جرعة ثانية ستقوم بجرعة مختلفة وجرعة ثانية بناء على معطيات الميدان سريعا عباس الجرعة الثانية بما أن هذا الفيديو مرتبط باختيال القائد الكبير في المقاومة الإسلامية أبو طالب وحققت هدف استراتيجي من خلال عرض هذا الفيديو اليوم هل عرض أي فيديو مرتبط أيضا ربما بأي رسالة توجهها إسرائيل إلى الطرف اللبناني أو إلى المقاومة في لبنان طبعا لأنه فيه كان موجود ورأى على تل أبيب وحيرجع يعطي رسالة وجواب وفي الخطاب للأمين العام بعد ساعتين تصوروا نص تقريبا لأنه خمس الاحتفال هو سيخطب في الخامس أو النص بعدما يكون في عرض فيديو عن الشهيد أبو طالب طيب إذا كان هناك ردود بمستويات لا ترقى إلى ما يجب أن يقوم به الاحتلال طبعا المقاومة ستقوم برسائلها أصلا الميدان موقف هنا في الختام لا بد من الوقوف على عملية حد بيارون التي استهدفت فيها المقاومة من المبارح المركافة بمسيرة انقضاضية هذه سابقة هنا في الصراع هذا شفنا بروسية بين روسية ووكرانيا هذه سابقة تحصل هنا مركافة تعرض لمسيرة انقضت عليها وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية دمرتها الأصل في كل ما حصل من لديه يقين ورؤية واضحة لهذه الحرب هو حزب الله أول معلومة على السريع بداية هذه الحرب حصل لقاء داخلي من الأمين العام لحزب الله وعدد كبير من الكوادر كل ما يحصل لأننا نحكي عن اليقين ومن يرى الحرب وكيف شايف الحرب وضباب الحرب ضباب الحرب هو منجلي عن عيون قيادة حزب الله تقريبا كل ما حصل وهذا مسجل ويمكن بيوم اليوم تفرج عنه المقاومة وعلى عهدتي أنا أقول كل ما حصل حتى الساعة المقاومة رأته منذ السابع من التشرين في هذه الجبهة بتفصيله بالتراشق الصاروخي بنمط العالميات بكيفية العمل بعجز الاحتلال عن رد الفعل بالمدى بمستويات العمل بشعاع العمل وما إلى هناك كان رأاه منذ اليوم الأيام الأولى بعد أسبوع وعشر تيام من الطفان حصل هذا اللقاء وعندما نتكلم عن اللايقين اللايقين تزيده وتجدده هذه المشاهد في عقل وقادة الاستخبارات الإسرائيلية والقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والسياسية شكرا جزيلا لك عباس فنيش محل المايدين لشؤون لبنان والمقاومة هذا شكر موصول السيد ساري عرابي الكاتب والمحل السياسي من رمض شكرا جزيلا لكم مشاهدين على طيب المتابعة إلى اللقاء شكرا